ده بقى يودينا للزمالك النهاردة وإحنا بنتفرج على المباراة عن طريق البس المباشر عن طريق الموبايلات من الزملاء الصحفيين المرافقين لبعثة الزمالك ما نجحنا في إننا نعرفه أي نعم شوية أصوات كده ما بين مين بيكلم مين وتليفونات عملة رن والبس ضائع ومباراة بتقام في الكاميرون طبعا بسبب عدم نقلها تليفزيونيا أي نعم دي تعودنا عليها لكن كل مرة لازم نبدأ نتساءل لحد إمتى يعني هتبقى الماتشات اللي في الأدوار التمهدية صعبة جدا مشاهدتها وبنعاني علشان نعرف إيه اللي بيحصل وبنكتفي بشوية بيديوهات متصورة من الشارع اللي بره الاستاد لهجمة في آخر الناحية التانية علشان نشوف شوطة شيكبالا وهو بيسجل الأولاني أو متابعة زيزو وهو بيسجل التاني أو ضرب الجزاء اختلفنا كتير يا ترى زيزو اللي ضيعها علشان هو اللي بيلعب في العاجة ضربات الجزاء ولا إمام عشور لحد ما تأكدنا أن إمام عشور أيما كان بعد شوية اللقطات اللي شفناها فاز الزمالك بنتيجة 2-0 على ألكت الشادي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في بداية رحلة الزمالك المتوج بخمسة ألقاب في إفريقيا سابقا لكن آخرها كان سنة 2002 فاز الزمالك 2-0 نتيجة كويسة جدا نتيجة مريحة جدا بالنظر لمباراة الإياب لكن ما قاله فريرة بعد المباراة هو أن الفرقة دي دفاعيا مش سهلة الانتصار بسبب الصعوبة الدفاعية اللي واجهناها قدام الفريدة أمر جيد ونسعى لتأكيد الانتصار في مباراة الإياب تعالى نستعر التشكيل الزمالك مع التبديلات اللي أجراها فريرة في لقاء اليوم النهاردة الزمالك بدأ بمحمد عواد في حراسة المرمى قدامه السلاثي محمد عبدالغاني ومحمود حمد الوينش وحسام عبدالمجيد عبدالغاني هو اللي قام بدور حمزة المثلوسي سيد نايمار بدأ ناحية اليمين أحمد أبو الفتوح ناحية الشمال إمام عشور ورؤة في نص الملعب في المقدمة شيكابالا وسيف الدين الجزيري وأحمد زيزو مع شوية تبديلات حصلت سواء يوسف أسامة نبيه اللي خد دربة الجزاء اللي ضيعها إمام عشور أو تغييرات أخرى زي حمزة المثلوسي اللي شارك برضو في المباراة كبديل أو مكان حسام عبدالمجيد أو أوباما اللي نزل مكان إمام عشور وحسام أشرف اللي شارك مكان شيكابالا وعبدالله جمعة اللي شارك مكان أحمد السيد زيزو نتيجة مريحة وجيدة جدا وتبدو منطقية برضو بالنظر لأنه فارق الإمكانيات الكبير ما بين الزمالك وما بين فريق ألكت اللي بيشارك لأول مرة في هذه البطولة وكمان إنه ما بيلعبش حتى في ملعبة في تشاد فالمباراة أقيمت في أحمد وأهيدج وفي الكاميرون زي ما تابعنا النهار ده بصوا الصورة حلوة قوي كصورة كصورة فوتوغرافية لكن اللي احنا كنا شايفينه وانتوا تفرجتم معنا عليه كان مرهقا للغاية ما قولين تشاد بتشيرتهم ده أولا دجلة ممكن تقول خسرة من الأبيض المصري اتنين دون مقابل بكل تأكيد الكلام دلوقتي على مباراة العودة طلعت أقاويل وتقارير كتيرة جدا هل رقم واحد الفريق التشادي سينسحب ولن يخوض مواجهة الإياب اللي هتتلعب هنا الإسبوع اللي جاي يوم 25 سألنا رئيس نادي ألكت ألتشادي فأجابنا إجابة مقتضبة بالفرنسية قال لنا لأ وجايين القاهرة من أجل تعويض المباراة الأولى وتحقيق الفوز على الزمالك فحتى الآن تبقى لتصريحات رئيس نادي ألكت ألتشادي المباراة هتتلعب والفريق جاي عادي رقم اتنين هل المباراة سيتم تأجيلها لبضعة أيام لتقام خارج التوقف الدولي الإجابة في محاولات في محاولات إن المباراة تتنقل يوم 30 فالمعسكر هيخلص يوم 27 والمباراة تتلعب عادي بدون أي بقى حوارات خاصة بالعيبة الزمالك مع المنتخب ولا مع الزمالك المنتخب فيه أربعة من لعيبة الزمالك زي ما حضراتكم سمعته من شوية لكن ده الإجابة على السؤال الثاني هل الزمالك بيسعى لأنه يستضيف فريق ألكت التشادي يعني بقامة الفريق التشادي على حساب الزمالك مقابل أن يقبل فريق ألكت التشادي إنه يتأجل المباراة ربما لكن لما سألنا مسؤولي الزمالك قالوا لنا إحنا ما عرضناش ده وإن كانت دي معلومة جات لنا لكن مسؤوله الزمالك قالوا لأ وإحنا ما عرضناش الفكرة دي وإن كنا نرغب في تأجيل المباراة بكل تأكيد طيب بعد المباراة جسوالدو فريرا المدير الفني لنادي الزمالك كانت تصريحاته كالتالي وهو وضح لنا الحقيقة من تصريحاته بعض الأمور اللي حصلت في الملعب اللي إحنا ما كناش شفناها في البس المباشر كانت تصريحات المدرب البرتغالي فريرا كالتالي هل أداية الزمالك في الشغط الأول لم يكن أفضل صورة؟ لم نخلق هجمات كثيرة؟ موسيقى موسيقى موسيقى